مشروع أمين هاتف أمين صديقه وسيم ودعاه إلى زيارته خلال العطلة وقضاء أيام في البادية حيث النسيم النقي والمناظر الخلابة رحب وسيم بالفكرة ووعده بالزيارة وفي جولتهم الأولى وصل إلى وادي القرية استفسر وسيم ما هذا؟ نفايات ملقاة بالوادي؟ مصبات لمياه مستعملة؟ روائح كريهة مظاهر تلوث البيئة وتجعل المكان وكرا للبعض ثم أضاف سيؤثر هذا التلوث في المحيط وسيقضي على بعض الكائنات الحية فرد أمين إنها آثار المصنع الجديد الذي تم بنائه حديثا فكر أمين ماليا ثم قال أنت على صواب يا وسيم فرد عليه لا بد من توعية الناس بمخاطر هذا التلوث وآثاره على حياتنا لا بد من تنظيف الوادي رفع أمين بصره وقال إني أحلم بهذا الفضاء وقد تحول إلى منتزه مريح يأمه الجميع الأسئلة أولاً بماذا يتصف الريف؟ يتصف الريف بالنسيم النقي والمناظر الخلابة ثانياً ما هي مخاطر تلوث الوادي؟ تتمثل مخاطر تلوث الوادي في تأثر المحيط والقضاء على بعض الكائنات الحية ثالثاً اقترح بعض النصائح لتجنب التلوث مع الحفاظ على المصنع عدم رمي الفضلات في الوادي إبعاد مصبات المصنع عن مسار الوادي ترجمة نانسي قنقر